اشتركوا في القناة حلقة النهاردة كالعادة هيكون فيها تفاصيل جديدة واخبار حصرية وموضوعات همة جدا والنهاردة هنتحرك معاكم في الشأن المحلي ثم الشأن الافريقي ونطير على الفيفا وزيوريخ ونشوف الشأن الدولي اللي هيحصل الفترة اللي جاية فرصة النهاردة الفريق راحة سلبية فنشتغل شوية برى الاطار التقليدي او اليومي في متابعة تدريبات الفريق ونتطمن على اخبارنا ومتابعتنا ونشوف اخر المستجدات اللي ممكن هنهتم بيها في الفترة اللي جاية اكيد ما ننساش ان احنا عندنا دوري ابطال افريقيا في نهاية الشهر الجاري وعندنا مونديال الاندية في عشرين خمسة وعشرين وخلال شهر عندنا احداث مهمة جدا ممناسبة مونديال الاندية كمان عندنا رحلة الى قطر عشان مباريات مهمة جدا على كأس التحدي وكأس فيفا انتر كونتيننتل امام ريال مدريد وامام بطل باتشوكا المكسيكا او حتى ديرب الامريكتين احداث مهمة جدا عشان كده النهاردة هنتحرك معاكم في كافة الاتجاهات في الشأن المحلي نهاردة الفريق راح بس في الشأن المحلي فيه كلام قالب السوشيال ميديا موضوع التحكيم اللي اكيد بيشغل بال كل المتابعين اللي ليه في القورة واللي منوش في القورة خاصة بالامس حصل تصريحات وتراشق ما بين عضو في اللجنة او مدير فاني للجنة مع حكم دولي سابق وممكن تروح القصة لشؤون قرنية وتحقيقات ويه قصة كبيرة جدا وده اللي احنا بنقوله في البداية وحتى النهاية موجودة في ملف التحكيم بتقودنا كلنا الى قرار واحد وهو الاستعانة بخبراء اجانب مش خبير اجنبي خبراء اجانب لإدارة ملف التحكيم النهاردة هنتكلم عن كل حاجة النهاردة كانت فيه جلسة استماع في اتحاد القورة مع طاقم الحكام وتأكيدا اللي اللي احنا ذكرناه بارح اكيد هنكمل في نفس التفاصيل وهنشرح المستجدات وإيه اللي بيحصل في مقر الجبلاية بشأن ملف اللجنة وبشأن طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي محمد عادل محمد سلام اميدو محادثات الفار الكلام الخطير اللي اتقال اكيد مش هنعد الكلام ده النهاردة بعد ذا جلسة الاستماع لازم يكون فيه قرار وموقف لان اللي حصل النهاردة اكيد مليون في المية هيفتح الملف على مصر عيه حلقة فيها كواليس كتيرة فيها تفاصيل مهمة وما تروحوش بعيد لان النهاردة عندي مفاجآت جمهور الاهلي مستنيها لما نروح امريكا ولما تتعامل القرعة ولما نبدأ دور الابطال والدوري وجدول الدوري هل ممكن يحصل تعديل تاني زي ما كان هيحصل وهو بتحطت جدول في بداية الموسم بسبب ترحيل المصابقات الافريقية تابعونا لان الحلقة فيها كواليس كتيرة جدا واخبار هامة جدا ولكن النهاردة كمان معانا في الجزء الاخير فقرة حوارية مهمة جدا بنتكلم في السوشيال ميديا اللي بيتكتب على الفيسبوك الصور للإستجرام حالات تحكمية محتوى متعلق بالبطولات القرية كلام كتير في السوشيال ميديا وبرنامج التريند أكيد فيه فقرة خاصة بالسوشيال ميديا وزي ما انتم متعودين معانا في كل يوم فيه فقرة حوارية مختلفة في الفكرة وفي القضية وفي الموضوع النهاردة عينوارنا ويشرفنا أحمد قيشو صانع محتوى متميز على السوشيال ميديا عنده ملفات مهمة هيبرزها ويتكلم فيها عشان نشوف السوشيال ميديا بتفكر ازاي هل فيه لغة ربط ما بين الإعلام والسوشيال ميديا ولا لا وهل القضايا ممكن تبطرح في السوشيال ميديا وتبقى في الإعلام ولا العكس وملفات أكيد بتشغل بال رأي كل الجماهير المصرية لكن عشان الحلقة دازمة وفيها تفاصيل كتير جدا نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة الأهل خاض حتى الآن أربع مباريات في بداية الموسم وتوج ببطلتين من وجهة نظرك من هو أفضل لاعب في شهر أكتوبر شهر عشرة أكيد فيه لعيبة تألقت وتميزت من وجهة نظركم مين أفضل لاعب الكل يدخل ويجاوب على السؤال عشان نستعرضه في الجزء الأخير من البرنامج والإجابة من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك تويتر نستجرام ونستعرض بإذن الله أكبر قدر من تعليقاتكم أنا عارف التعليقات كثيرة جدا ونتفعل على سؤال الحلقة يوميا كتير لكن على قد ما بنقدر في معاوقات الحلقة بناخد أكبر قدر من التعليقات وأكيد نفسنا كل الناس تشارك معنا لأن دي بالتأكيد شاشة النادي الأهلي وشاشة جمهور النادي الأهلي لكن نروح دلوقتي لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وفي الترند المحلي لجرة الحكام تستقر على إيقاف طاقم حكام الزمالك والبنك الأهلي وفي الترند العالمي منشستر سيتي ينضم لصباق الحصول على خدمات مرموش مباريات القوة والإثارة في الدوريات الكبرى النهاردة الدوري الإنجليزي في مباراة في الصهرة في الساعة العاشرة من مساء اليوم فولهم هيصديف برينت فورد نروح للدوري الأسباني لليجا في نفس التوقيت عشر مساء السلتة فيجو هيصديف ختافي طبعا نهاردة بتتكلموا يعني منتصف الأسبوع هتبقى المباراة خلاص بقى في المراحل الأخيرة الدوريات الأوروبية بتتكلم في جمعة وسط لما خلاص بقى تخش في الحد والإثنين بتبقى القصة على مباراة والإثنين مؤجلة طيب نروح للدوري الإيطالي الساعة سبعة ونص إمبولي بيصديف كومو وسبعة ونص أيضا بارما بيصديف جينوى وفي العشرة إلا ربع لاتسيو بيصديف كالياري دي أبرز مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي طولكم بالتأكيد الفريق راحا نهاردة هيستعني في التدريبات غدا السلساء تدريب الثلاث والأربع الدخول معسكر واللعب والمباراة يوم الخميس على ملعب البقوني العرب في الجولة الثانية مع فريق نادي زد الساعة تمانية مساءً مساء يوم الخميس المبل كل توفيه لفريق النادي الآلي لكن أكيد كل يستعد للجاي لأن عندنا أخبار مهمة جدا هتسمعوها الأول مرة كل ده ولكن بعد الفصل قبل ما أدخل معاكم في أي تفاصيل يمكن عايز أعلن لكل مشاهدي قناة الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان النهاردة بإذن الله عودة برنامج ملك وكتابة أولى الحلقات النهاردة هتكون الساعة تمانية مساء عاقب برنامج الترند مباشرة الساعة تمانية للساعة تسعة ونص أولى حلقات وعودة برنامج ملك وكتابة للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم المينيسي والبشمهندس والكابتن عدلي القيعي انتظرونا بالتأكيد الحلقة الأولى والانطلاقة والعودة من جديد وبالتأكيد زي ما أنتم عارفين البرنامج يوم الاثنين والخميس النهاردة أولى الحلقات وبإذن الله كمان الحلقة الإسبوعية الأخرى هتبقى يوم الخميس عودة البرامج أكيد هتشوفوا حاجات كتير جدا خلال الفترة الجاية عبر شاشة قناة النادي الأهلي طيب فقرة التوب نيوز توب نيوز يعني خبر جديد وأكيد فيه تفاصيل مهمة جدا وهبدأ النهاردة بخبر نشر على الموقع الرسمي للنادي الأهلي هو خبر رسمي متعلق أن النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة التسنين الأزمة المثارة دايما في قطاعات الناشئين النهاردة النادي الأهلي اتخذ قرار أو اتجاه رسمي أنه أرسل خطاب لاتحاد الكرة بيدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرع الناشئين بالأعمار المختلفة وقال النادي في خطابه أن هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية تتذكر من أيام قليلة جدا كان المنتخب مواريد 2008 أعلنوا مرة واحدة كده أن فيه حوالي عشر لعيبة مش هينفعوا يكملوا في المنتخب وتعمل لهم اختبار كده اللي هو عشان يكشف مسألة الأعمار السنية هل شهدت المالات مضروبة هل السن ده مظبوط ظاهرة التسنين دي دمرت منتخبات وأندية وقضت على أجيال كبيرة جدا لكن الاتحاد لما أعلن في مواريد 2008 فيه عشر لعيبة وفي أندية كبيرة على فكرة يعني الكلام ده حصل في أندية كبيرة ومنهم نادي لعب قدام النادي الأهلي في مباراة في قطاع الناشئين كان واضحة وضوح الشمس وأنا فاكر حتى في استاد الأشبال الكابتن أسامة حسني استعرض الموضوع والكابتن بدر رجب طلع يتكلم على الموضوع والكابتن علاء نبيل كمان طلع شرح بصفة المدير الفني لاتحاد القرى والمسؤول عن فكرة القطاعات والبراعب طيب أنت علنت وقلت أن في مشاكل عند عشر لعبها وقلت الأزمة دي ضربت منتخب الفين وثمانية طب أوكي إيه بقى الإجراء اللي خدوا للتحاد فيما بعد عشان يقنن أو يقدر يبدأ يشتغل على أنه القصة دي ما تظهرش تاني أو ظهرية التسنيد دي ما تبقاش قاتلة للكرى المصرية ما فيش أي تحرك ما فيش أي موقف طب أنت أثبت ده في موارد الفين وثمانية وأكيد ده أضر قبل كده بالألفين وخمسة والألفين وستة والألفين وثلاثة إحنا شايفين منتخبات الناشئين بقالها أكثر من عشر سنين ما بتحققاش حاجة الناس بتعمل معسكرات وبتجمع العيبة وبتسافر وبتروح وتيجي ومصاريف بتتصرف وعونا بتخش على المحق الرئيسي ما بتلاقيش المنتخب ليه؟ لعيبة مصننة إمكانيات مش بنفس الإمكانيات المراحل السنية دي لأن الاختبار الطب اللي اتعامل ده لا تطوير تحكيم ولا تطوير مسابقات ولا حتى كمان قطاعات الناشئين فيها تطوير أو فيها مشاكل بتحاول تجد لها حل أمر صعب جدا فكان ده خبر مهم جدا طب نيوز أهم خبر النهاردة كان لازم نبدأ به لأنها قضية شائكة بشكل كبير جدا وقناة النادي الآلي كان دايما وأبدا بتشير لهذه القضية وبتتكلم عليها في الفترة السابقة طيب الخبر التاني اللي معايا وهو متعلق بدوري أبطال إفريقيا احنا مبارح قلنا وده كان صبق صحفي لنا هنا على شاشة قناة الأهلي أن رسميا مطش الأهلي وستاد أبيتجان في الجولة الأولى لدور الأبطال يوم الثلاث ستة وعشرين نوفمبر ومرسل كولر طلب أن يلعب المطش الساعة ستة مساء طب النهاردة ايه جديد؟ الأهلي لما يسافر قطر هيلعب مطش يوم 14 ديسمبر ومطش لو كسب بإذن الله يوم 18 ديسمبر طب مطش 14 ديسمبر مش هينفع ليه؟ مش هينفع تلعف أفريقيا في التوقيت دي لأن عندك مطش في قطر تحت شعار الفيفا أو تحت مظلة الاتحاد الدولي طب الاتحاد الأفريقي بيفكر إزاي؟ خدوها مني من دلوقتي وأنا قلتها من شهر وحصلت فكنين لما قلت لكم ما تستعجلوش على جدول الدوري فيه ترحيل جاي للمسابقات أنا بعيد القرى من تاني للأسف أنت عملتوا الجدول والجدول هيتعدل تاني الناس تقول لي بس ليه كده؟ ليه البشرة السيئة دي؟ ما تقول لنا خبر حلو يعني أنا مجبر أحاقة لبطل أنا عايز أقول لك معلومة إيه المعلومة؟ إن الجولة اللي هتبدأ من 22-12 و 26-12 و 30-12 عقب عودة الأهل من قطر هيحصل فيها تعديل هيحصل فيها تعديل هيحصل ارتباك في جدول الدوري ليه؟ لأنه لما تعمل جدول الدوري اللي عمل الجدول محطش في حسبانه إن الآل ممكن يكسب العين لأنه لو كسب العين هيسافر قطر فهيلعب في قطر طب لما يلعب في قطر هيتأجله الجولة الثالثة أمام شباب بولزداد في الدوري أبطال إفريقيا طب الاتحاد الإفريقي عايز يعمل إيه؟ الجولة الثالثة يوم 14-12 فمش هتتلعب طب الجولة الرابعة مع بولزداد في الجزائر يوم إمتى؟ أربع يناير طبعاً الاتحاد الإفريقي مزي ما علينا يعني مش هيلعب الجولة الثالثة بعد الجولة الرابعة مش هينفع لازم الجولة الثالثة الأول حتى لو مؤجلة هكذا هيلعب الجولة الرابعة فكلام نهائي الجولة الثالثة هتتلعب قبل أربع يناير قبل أربع يناير لأن أربع يناير إنت عندك مطش في الجزائر مع ابن الزداد طب هتلعب مع ابن الزداد امتى في القاهرة وانت عندك مطش في قطر 14 ولو كسبت 18 باذن الله الاتحاد الافريقي هيعدل ويحط المباراة يا 22-12 يا 26-12 مش هقولك 30-12 لان المفروض الاهلي يسافر الجزائر وقتها فمش موالع يجيب ابن الزداد القاهرة ويرجع بي تاني عالجزائر يا 22-26 الاتنين دول تحديدا فهم مباراة للنادي الاهلي ليه الاهل هيلعب مع اسموحة 22-12 ويلعب مع المصري 26-12 اذا توقع تأجيل للاهلي في الفترة اللي جاي نتيجة ان الاهلي فاز على العين هيتأهل يلعب في قطر وبالتالي مباراة بالوزداد هتتأجل وتتلعب في الاسبوع الاخير من شهر 12 لانه مش هينفه يلعب جولة تالتة بعد الجولة الرابعة لان الجولة الرابعة هتتلعب يوم 4 يناير يبقى اذا الكاف خلاص استقر على اقامة مباراة الاهلي وابن الزداد المؤجلة من الجولة التالتة عاقب عودة الاهلي من قطر ده كلام نهائي ومعلومة رسمية ولكن التاريخ اللي هيتحط في المعاد هيأجل ما بين اسبوع لاسبوعين في مباراة الدوري واحنا شايفين جادوا للدوري لما تم الإعلان عنه ما بيحطش مؤجلات لا ممكن يأخر اسبوع عن اسبوع آخر بالعشر ايام بحيث ان ان ده كلها تلعب في نفس الجولة في نفس الاسبوع فلما هيأجل للاهلي مثلا نفترض سيء يعني ماتش الاهلي واسبوحة يوم 22-12 الجولة دي كلها تترحل وبالتالي هيرحل على اللي بعده وهيرحل على اللي بعده فانت بالتالي هو بسم الله الرحمن الرحيم اول تأجيل يعني دي البداية اول تأجيل هيكون في المرحلة دي وانا اقول لكم كلام هتسمعوا قريب جدا بطش الاهلي وابلوزداد المؤجن من الجولة التالتة هيتلاقف في المرحلة دي في الفترة دي لان الجولة الرابعة في الجزار يوم 4 يناير فادارة المسابقات رابطة الاندية تشتغل من دلوقتي تتواصل مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي تعرف ان خطوة ايه عشان ما يتفجئش بقرار يربك له حسابات الدوري لان انت لسه في الجولة التانية حتى نفسك بتأجل الجولة التالتة والربعة والخمسة وهلوم مجرى لان ما فيش مساحة للمؤجلات انت حاطت الاسابيع كلها بطريقة انها تتلاقف في توقيت واحد واربعة ما فيش حد يكون عنده مباراة مؤجلة في الاسبوع كذا تتلاقف يوم كذا لا الجدول المراضي مختلف تماما عن الفترة السابقة عموما ده كان خبر حصري عن تغيير مرتقب على جدول الدوري بسبب تأجيل لقاء الاهل وابلوزداد والمصدر في الكاف اكد على ان مباراة الاهل وابلوزداد في الجولة التالتة هتكون عاقب عودة الاهل من قطر يا رب بإذن الله الاهل يرجع بعد يوم 18 عيلعب 14 وان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونكسب ونلعب 18 مع الريال على استادلوسيل ونرجع بعدها فدل يحصل فيه الايام اللي جاية بدري بدري كده بنحاول نوصل كل التفاصيل لجمهورنا في كل مكان فاصل بس ما تروحش بعيد لانك هترجع هنطلع بيك على الاتحاد الدولي تكلمنا في أفريقيا شوية هنطلع على الفيفا وعندنا النهاردة مفاجأة أكيد كل الناس مستنيها تعرفها الاهل المنديالي النهاردة في الترند إيه الجديد إيه اللي هيتعرض فاصل ثم نوصل هلا بحضراتكم من جديد الكلام اللي جاي أكيد كلام مهم جدا لأن جمهور الأهل من وقت ما تقال إن الأهل هيشارك في المنديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ناس كتير عملة تسأل القرع إمتى؟ الأهل تصنيفه إيه؟ ترتيبه هيبقى إزاي؟ هنلعب فأني ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة الترند بيكشفه لأول مرة عن قواعد الفيفا الاتحاد الدولي بالنسبة لمراسم قرعة منديالي الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية قصة المعاد إحنا قلناها قبل كده معاد مبدأي وممكن يبقى رسمي في الأيام اللي جاية هو 5 ديسمبر يعني وده غالباً بالنسبة البيرة ممكن يتم الاتفاق عليه ولكن طبعاً إحنا لازم نقول الموعيد الرسمية فاتفاق مبدأي يوم 5 ديسمبر هو الأسبوع الأول في ديسمبر هتتعامل القرعة ولكن الرسمي بقى اللي ممكن نقوله النهاردة وأنا متواصل دايماً مع الناس في الاتحاد الدولي بخصوص مراسم القرعة هو الأهل تصنيف أول ولا تصنيف تاني طب هو ممكن الأهل يكون في مجموعة معاه فيها الوداد أو التراجي أو سانداونز أو ممكن الريال ييجي مثلاً مع فريق أوروبي في نفس المجموعة مع النادي الأهلي هلنهاردة بنكشفه لأول مرة عن قواعد الفيفا في قرعة مونديالي الأندية وعايز أأكد لحضراتكم أن الاتحاد الدولي فيفا بيستعد للإعلان عن عدة مفاجآت على هامش قرعة مونديالي الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالطبع في ظل وجود الأهلي فأكيد المفاجآت هتخص الأهلي وكل الفرق اللي موجودة فاحنا أمام حدث استثنائي وعالمي كبير جداً الفترة اللي جاي طب تعالوا نستعرض مع بعض الفيفا لما حب يبدأ يعمل ليحة منظمة لشكل القرعة توصل لإيه؟ وإحنا قدرنا نتوصل لده ونستعرضه النهاردة معاكم على الشاشة لأول مرة ده قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي اللي بيقول فيه سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات عن طريق تصنيف والقرعة ستكون علنية مع الوضع في الاعتبار ان القرعة هتم بناء على التصنيف والعوامل الرياضية والعوامل الجغرافية وبالتالي ده شكل ترتيب المجموعات من أول الجروب A حتى الجروب H من أول المجموعة الأولى لغاية المجموعة الثامنة إذن لما تحط الفرق هتصنفها بناء على التصنيف الرياضي والتصنيف الجغرافي يعني الجغرافي يعني الآicle استحولة يجي مع الترجل في مجموعة واحدة يعني الآله صعب جداً تلاقيه مع الوداد أو سندونس ونفس الأمر بالنسبة للفرق الأوروبية أو فرق أمريكا الجنوبية تعندك بالميراس وفلمانجو وفلمنانسي وريفر بليت والفائز في كوبا لبرتادورس الأخير اللي هيتلاه في إن شاء الله يوم 30 نوفمبر دول مش هيكونوا مع بعض في مجموعة واحدة نفس الأمر للاتحاد أسيا الهلال السعودي والعين الإماراتي أولسان هونداي وأراور الدامونز الياباني كل دول مش هيكونوا في مجموعة واحدة وبالتالي نحن بنكشف لحضراتكم القواعد للفيفا وضحها وأعلنها من خلال المجلس التنفيذ للاتحاد الدول طيب فاكرين لما قلت لكم إن الماتشاط هتبقى التصنيف الأول بلعب التصنيف الثاني في أول مباراة قدامكم على الشاشة هوق جدول المباريات لمنديال الأندية ده جدول المباريات لمنديال الأندية أول مباراة في الجولة الأولى A1 بلعب A2 و A3 بلعب A4 B1 بلعب B2 و B3 بلعب B4 وهلما لغاية المجموعة التمنى إذن لو في مجموعة الآية لمصنف تاني والسيتي مصنف أول ووقعه مع بعض أول مباراة الآية لمنشصر سيتي وبالتالي ده شكل ترتيب المباراة Match Day 1 ده الترتيب Match Day 2 Match Day 3 ده ترتيب المباراة بالنسبة لمنديال الأندية طيب ده شكل المجموعات لما نروح بعد كده للورقة اللي بعدها انت دلوقتي عندك 8 مجموعات هيتأهل من كل مجموعة ناديين فيبو 16 نادي هو أنا لو طلعت أول المجموعة الأولى النادي الأهلي هلا يبقى فيه قرعة تانية ولا القرعة من البداية معدى سلفا انت لو تأهلت أول هتلاعب مين نستعرض مع بعض في ترتيب المباراة في الكوارتر فاينال أو دور الستاشر والربع النهائي والسيمي فاينال والفاينال وخدوا بالكم ما فيش مباراة تالت والرابع أول المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعة التانية أول المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعة التانية وتاني أو أول المجموعة التانية بيلاعب تاني المجموعة الأولى يبقى عملية مقص ما بين الأولى والتانية والثالتة والرابعة والخمسة والستسة والسبعة والثامنة وبيتحط جنب كل مباراة رقم المباراة مثلا لو انت اول الاولى بتلاعب تاني تاني هيبقى دا المباراة رقم 49 طب 49 لما تيجي تتأهل هتلاعب مين الفريق الكسبان في المطشرة رقم 50 اللي هو اول التالتة مع تاني الرابعة اول التالتة مع تاني الرابعة القواعد دي بطولة لأول مرة ومن قبل القرعب شهره هو بنقول لكم وبنبشركم بشكل ترتيب المباراة والمجموعات في الفترة اللي جاية كل الادوار دي فيها اكسترا تايم ركلات جزاء الانزارات مش هتتلغي الا بعد دور التمانية يعني في الستاشر والتمانية لسه الانزارات مكملة معاك من دور المجموعات دا نظام البطولة بعد السمي فاينال هتروح على الفاينال ما فيش تالت ورابعة وبالتالي دا شكل وترتيب المباراة دا انفراد نهاردة من الاتحاد الدولي للقرع اللي هتتعمل ان شاء الله الشهر المقبل وشكل وترتيب المباراة اللي هتعمل فيه الفترة اللي جاية الناس بقى تسألني السؤال المهم هو الاهل الاول تصنيف اول ولا تصنيف تاني واحدة واحدة خلال اسبوع ابديت معاكم انا اقول لكم باذن الله اول ما يتم اعتماد شكل تصنيف الفرق سواء على مستوى الاندية او منتخبات او تصنيفك ققرة او تصنيفك على بناء الرانكينج بتاع المنتخب بتاع بلدك كل دا مجرد ما يتم الاتفاق عليه ويتاخد بيه قرار رسمي انا اعلنوا لحضراتكم اول لكم الاهل اول ولا تصنيف تاني وانا عندي يعني توقعات مش معلومات ان باذن الله الاهل ممكن وارد جدا يكون تصنيف اول في مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية طيب نروح تاني لخبر ترند ترند احنا خلاص خلصنا الطوب نيوز في الفقرة اللي فاتت الفقرة دي الترند ترند اللي اكيد بحط اهتمام السوشيال ميديا طاق الحكام مباراة الزمالك والبنك الاهل طبعا الكلام اللي اتقالفه محادسة الفر وانا بأكد نفس الكلام اللي قلتم بالح كلام خطير جدا ما ينفعش يعدي ويمر مرور الكرام ما ينفعش يمر مرور الكرام خطأ محمد سلام ميدو انه استدعى عادل في لعبة كل شايفها ما فيهاش رقل الجزاء وعادل في نفس الوقت هو ادى فاول وراح بيتكلم بالقانون مع حكم الفار ومع ذلك ادى قرار بالمخالفة لقناعاته حسب ما احنا شفنا في الملعب وبالتالي احنا عندنا هنا خطأ مشترك ولكن الجزئية الاخطر ان محادسة الفار اتقال فيها كلام وانت بتتناقش بشكل قانوني روح تخطي قرار عكس اللي انت قلته وبالتالي بقى فيه تحقيق بقى فيه موضوع لازم نعرف تفاصيله واحنا هنا مش هنسيبه الا ما نجيب تفاصيله خطأ كارسي اكيد حدش يقدر يتغاضى عنه لان ده هنبنى عليه المسلم كله هنبنى عليه المسلم كله ولكن النهاردة كانت فيه جلسة استماع جلسة استماع من اللي عمل جلسة الاستماع الكابتن جمال صدقي فاكرينه الحكم اللي كان بيحكم مباريات كبيرة في الدور المصر وحاليا هو المستشار القانوني للجنة الحكام وانا انت عمدت كده على الساعة 3-4 العصر قبل ما ابدأ معاكم الحلقة بساعتين اعمل كام تليفون في اتحاد الكورة اشوف النهاردة الاجواء ايه يعني خلص الاجتماع بقرار خلص الاجتماع بتوصية وهو المفروض اللي بيحقق هو المستشار القانوني للجنة خد بالك وانا بتعامل بناء على لاحة لجنة الحكام المستشار القانوني للجنة فالنهاردة حصلت جلسة استماع جلسة الاستماع النهاردة حضرها مين حضرها حكم المباراة الكابتن محمد عادل حضرها الحكم الرابع حضرها الحكم المساعد في تقنية الفار محمد العتباني واعتقد اسامة السيد اسمه واعتقد الايفار دول التلات حكام اللي حضروا النهاردة جلسة الاستماع مش عارف بقى كل واحد لوحدة ولا تلاتة مع بعض ما عنديش تفاصيل الجلسة بالزبط بس أنا عندي اللي تقال في جلسة الاستماع وده في كلام خطير جدا النهاردة هيخلينا نعلن على الملأ مطالبة بشكل مباشر ليه؟ في جلسة الاستماع والكل بيتوقع انه بيتم التأكيد على انه تقال في محادسة الفارداء اه حصل فجأت من مصادر في اتحاد الكورة واكيد النهاردة الناس اللي عملوا جلسة الاستماع لو انا قلت حاجة زي دي عكس الكلام ده اطلعوا اقولوا بمستند مكتوب ان الكلام ده ما تقالش ان الكلام ده ما تقالش كابتن محمد عادل نفى نفيا قاطعا كل اللي تم تدوله في السوشيال ميديا وفي البرامج الفترة الاخيرة تخيلوا نفى نفي قاطع كل ما قيل في الفترة الاخيرة وقال ان كل الكلام اللي تقال ده غير صحيح وطلب وده على وحدة الناس في الاتحاد طلب من لجنة الحكام نشر المحادسة طلب من لجنة الحكام نشر المحادسة او التأكد من الكلام اللي تقال ده صحته ايه لكن هو نفى الحاجة التانية الناس في الاتحاد لما بيسألوا طب بناء على الاجتماع ده او الجلسة اللي اتعاملت دي هل اللعبة اللي اتحسبت وكان بيتنايش فيها بشكل قانوني مع حكم الفار محمد سلام ميدو هو اختنع بمحمد سلام ميدو وقال له كذا 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 وفي الاخر راح خد قرار تاني اتقال لك لا ده كان فيه اتنين لمس اتنين يد هو حسب على لمس اليد الاولى مش اللي جات من الارض اليدو كمان تبدأ ايه يا جماعة ده معناه ايه معناه حاجة من الاتنين معناه حاجة من الاتنين اتحاد الكرة مطالب دلوقتي مش بالاعلام بقى عن تفاصيل بنشر المحادسة عشان نتأكد نشوف من صح ومن غلط يالي اتحاد يعلن يا اما من اعلم ذلك يعلن بشكل رسمي ما تم وصوله اليه من مستندات يا اما محادسة الفار اوديو صوت وصله يا اما تصريح صوتي من مسؤول او من حكم بلغ يطلع ده لهينا صوت وصورة حاجة من الاتنين ملهاش بصوا جماعة اللي اتقال في جلس الاستماع النهاردة انا كل اللي يهمني اتحاد الكرة يكون ليه رد رسمي عليه لما طاقم الحكام ينفي وبرضه هسأل سؤال تاني حكم الفار محمد سلام ميدو في جزء كبير من الموضوع ما كانش موجود النهاردة ليه في الاتحاد ما حضرش النهاردة ليه في الاتحاد ما عملتش مواجهة ليه او ما اسمعتش لده واسمعت لده ليه احنا هنا يهمنا نعرف الصح ونعرف ايه اللي تم والموضوع ده مش هيعدي ومش هيمر مرور القرام اللي قال فيه محادسة يطلح ولو اللجنة شايفة ان كلام تاقم التحكيم صح يعلن في بيان رسمي ويقول ان الحكام ما غلطتش ويقول ان الحكام ما اغطقتش ولو الحكام النهاردة في جلسة الاستماع قال الكلام غلط يطلع ويعلن ان المحادسة لقى فيها كلام تاني عكس اللي تقال في جلسة الاستماع لازم موقف رسمي النهاردة احنا عايزين موقف رسمي لان المحادسة دي بالصيغة اللي تقالت وبالقرار اللي تنفذ لو الاتحاد ما خدش فيه قرار وماعلنش على الملأ للرأي العام الدور ده مش هيستمر بشفافية ونزاهة زي ما احنا عايزين لان الله اعلم السنتين تلاتة اللي فات وكان ايه اللي بيحصل لكن احنا النهاردة امام واقعة زميل صحفي قال عندي ما يزبط ده اتمنى يعلن ده ويطلعه للرأي العام لجنة حكام النهاردة مطالبة يا اما تأكد كلام طاقم التحكيم اللي تقال في جلسة الاستماع يا اما تأكد او تنفي والاتحاد لازم يكون ليه موقف يعني الاتحاد النهاردة ماعملش جلسة الاستماع ويجيب الحكم ويجيب الحكم الرابع ومساعد الفار حكم الرابع قال الكلام ده ما حصلش او ماسمعناش وحكم المباراة سمعت وسألت الناس في الاتحاد قال اصلا حسب تعلم سلياد الاولى مش التانية لا احنا عايزين شفافية يا جماعة الجولة التانية مش هتبدأ وتتلعب بالشكل ده طالما الامور كده مش واضحة كل كان متوقع نهاردة في جلسة الاستماع الناس تقرب الاخطاء الناس تقول ده ما حصلش لكن ده كانت مفاجأة نهاردة ان الكل بيقول لا كل اللي بتقال على السوشيال ميديو وفي البرامج ده مش حقيقي يبقى احنا مطلوب النهاردة اتحاد الكرة يقول ليه موقف واضح يقول ليه موقف واضح لان بصراحة بالمشهد ده بالحصل انبارح بالليل ما بين ابراهيم نور الدين وجهات جريشا لا مشهد التحكيم كده فيه عبس محتاجين خبير اجنبي محتاجين قرار الناس تقول لي واتحاد الكرة ياخد قرار دلوقت خلاص عنت انتخابات كمان شهر دلوقتي انت في خلاص في انت بتبدأ مسابقة لكن عندك مسؤول على تقنية الفارشة غال ولكن عندك لجنة حكام وسابل مسألة ما بين تلاتة كل واحد فيه صراعات ما بينه وبين التاني وكل واحد ليه شلالية بيختارهم في المطشوات وفي المعسكرات الى ان وصلنا للنتجة اللي احنا شايفينها الى ان وصلنا للنتجة اللي احنا شايفينها هو في الدور الانجليزي لو فيه مشكلة زي دي هيتم معالجتها بالمنظر ده لازم يطلع فيها قرار انا النهاردة مستني اتحاد الكورة يعلن تفاصيل جلسة الاستماع واتحدى اي حد في اتحاد الكورة يطلع يقول لي ان الكلام ده ما تقلش في جلسة الاستماع اتحدى اتحدى لان الكلام ده تكتب وتسجل وانا عارف اللي حصل بالزبط واكيد يا اللي اجنة هتعلن يا اللي اتحادها هيعلن يا اما زي مننا اكيد احمد عبدالباصط لازم اكيد يعلن ما وصلوا بشكل رسمي لان النهاردة تنفى ده في جلسة الاستماع فاكيد احنا يهمنا نعرف الحقيقة فين لان لما الحقيقة تطلع هنعرف ساعتها بقى ايه القرار اللي اتخذ عشان الحفاظ على شكل المسابقة والمنظومة واشد العقاب للمسؤول عن كل المشهد اللي حصل ده ايا كان حاكم مسؤول لان بصراحة عيب اللي بيحصل في الدوري بالمشاهد اللي احنا شايفنا وتقررت في مشاهد سابقة في دوريات ماضية سواء حتى تخسرها الاهلي او حتى فيها منافسة حتى الاسبوع الاخير النهاردة حلقة زي ما قلت فيها تفاصيل كتيرة ولكن الفقرة الحوارية مع احمد قيشو هنتعمق اكتر في تفاصيل السوشيال ميديا الاضاء اللي طرحناه هنشوف السوشيال ميديا بتستعرضها ازاي واكيد هو عنده اكتر من محور هنتكلم فيه كل ده ولكن بعد الفصل الفقرة الحوارية في الجزء الاخير من برنامج التريند اكيد هيتناقش ويتكلم في التفاصيل المهمة جدا ليه علاقة؟ بصناعة المحتوى على السوشيال ميديا فيه حاجات بتطرح في الاعلام اكيد السوشيال ميديا بتتناولها هل بالاجاب هل بالسلب هل بتطرح حاجات تفصيلية مش موجودة في الاعلام هل صناعة المحتوى على السوشيال ميديا بيبقى لهم امور ايجابية ممكن تفيد الاعلام كل ده النهاردة هنتناقش فيه مع الزميل العزيز احمد داقيشو احد صناعة المحتوى الاهلوية الجامدين قوي على السوشيال ميديا هنتكلم معهم في التفاصيل دي لانه كمان عنده حاجات مش اقول هيبروزها على بعض الزملاء اللي بيطلعوا في البرامج ولكن اكيد هيوضحها لان جمهور القالب التأكيد انت وفيه دايما وانت بتقدم حاجة اعلامية محترمة على السوشيال ميديا ويمكن الحاجات اللي على السوشيال ميديا ولال جدا لما بتكون ايجابية بالزبط يعني هو السوشيال ميديا بصراحة الاهلوية دايما كده بتتكلم بشكل حتى بتدفع الفريق فعلا يعني احنا الجمهور الاهلي فعلا ما بيمرضاش بسهولة دايما عنده طموح طموح عالمي بمعنى الكلمة يعني ودايما جمهور الاهلي بيفكر ان هو ازاي يخدم فريقه يعني شفنا احد اصدقاء يعني زي علاء حمدي مثلا كان نعمل حاجة في بعض الاعلمين فكرونها حاجة رسمية يعني لها اللوجو بتاع الانتر كونتين انتر لكنه فكرة جميلة جدا للتسوئية فكرة بتخدم النادي الاهلي بمفروض احنا متصورها بتدخ اموال لنادي الاهلي ففعلا جمهور النادي الاهلي على سوشال ميديا بيحاول يغضب النادي الاهلي بأي طريقة كانت يعني طيب نبدأ مع بعضها بسرعة لانه عنده النهاردة كذا توبيك مش موضوع ولا اتنين ونتكلم في خمس ست موضوعات نتمنى يا رب الحلقة تلحق يعني تكون فيها كل التفاصيل يبدأ معاك الأول البطولات العالمية والاهلي المنديالي وبطن نصف العالم والثلاث قرات وانت دايما من الناس اللي مش عايز اقول المؤرخ يعني لكن انت دايما بتركز على فكرة الحاجات التاريخية في بطولات الاهلي الدولية والقرية تحديدة بالضبط يعني هو طبعا النادي الاهلي توج ببطولة عالمية لان البطولة دي من اشراف الفيفا وتنظيمه تمام ببطولة الانتركنتينتل لكن البطولة مقسمة زي الحرية طبعا يعني انفردت أصلا من بنظامها من الأوائل يعني الناس اللي انفردوا بنظامها اللي هي مقسمة على كؤوس والكاس احنا اخذناها كاس القرارات الثلاث اللي هي أفريقيا آسيا والمحيط الهادي أوكيانوسيا فالاهلي لحظة تتويجه بالبطولة دي كانت البطولة اجمالا رقم 27 في تاريخ النادي الاهلي على مدى التاريخ بالنسبة للبطولات القرية لكن الناس كتيب بتتكلم طب كده الاهلي التاني على العالم بعد ريال مدريد اللي هو معه 31 بطولة قرية طب يا جماعة فيه إنجاز احنا مش عقودين بنا منه اللي هو النادي الاهلي دلوقتي معه 20 بطولة قرية في القرن الحالي القرن الواحد وعشرين وبناء على الكلام ده النادي الاهلي كده يبقى هو اسمه النادي الأكتر تتويجا بالبطولات القرية على مستوى العالم في القرن الحالي القرن الواحد وعشرين مش محتاجين بقى نقول للتاني عشر دوري أبطال عشر دوري أبطال تمانية بالظبط واحد كونفردرنية واحد كاس كوردرنية ثلاثة فإحنا معنا يعني عشرين بطولة زي ما شوفنا تصطيب بتاعهم كده فإحنا مقارنة مثلا بريال مدريد هنلاقي أنه هو معه سبعة دوري أبطال ستة كاس العالم الأندية وستة كاس سوبر الأوروبي بالظبط سبعة وستة وستة فتسعة وعشر لكن الاهلي عشرين فالاهلي يقدر يحط طايتل على كل منصاته حتى بما فيها قوات النادي الأهلي زي ما نكتب كده مثلا كاس الكارات السلاس زي ما نكتب كاس السوبر المحلي زي ما نكتب كل حاجة نوفق برضه أن النادي الأهلي هو أكتر الأندية تتويجا على مستوى العالم مش تاني هو الأكتر بس في القرن الحالي الواحد وعشرين الواحد وعشرين ما أخذ بالك يعني النادي الميلان في 2014 2011 تقريبا هو بدأ يعمل التايتل اللي هو النادي الأنجح في العالم وطبع ده على التيشيرت بتاعه وكان حاجة مفخرة بالنسبة لهم وزعلوا جدا ويديقوا جدا لما النادي أهلي انتزع منهم اللقب ده في 2014 حتى ما يفاكر أن صحيفة لجزيتة الإيطالية الشهيرة يعني عملت تقرير عن إنجاز النادي الأهلي ده وإزاي هما واخذت تصريحات من رئيس الميلان وقتها واللي كان برضه بيتكلم عن حجم البطولات والفرق بالأوروبا وإفريقيا لكنه في الآخر بالأرقام فالأهلي لما انتزع منهم اللقب ده احترموا ده فالنادي الأهلي فعلا دلوقتي عنده إنجاز عالمي أتمنى يتم توصيقه سواء على قاتل النادي الأهلي أو السوشيان ميديا بمنصب بتاعتنا بتاعتنا نادي أهلي كله عشان إحنا بإذن الله رايحين نقابل فريقين إن شاء الله رايحين نقابل بطل أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشتماية يدير بأمريكا يوم ربع تاشر وإن شاء الله يوم ربع تاشر بإذن الله هنقابل بإذن رياي مدريد في ليفر الوحش في ليفر الوحش فأنت هيكون في على المشتوى العالم فيه ناس باتبعنا غير كمان كاس العالم الموسع في أمريكا السنة الجاية فإحنا لما نروح للمشتوى العالمي ده نبقى رايحين والتيشرت بتاعنا مكتوب عليه النادي الأكتر تتويجا السوشيال ميديا وكتبوا عليها كده فالإعلاميين اللي يغطوا يبقى عارفين ده فيبدأ يتكلموا عنها فاكر أنت الميلا لما الأهل تكلموا في 2014 عملوا إيه؟ بالضبط يعني هو عملوا أزمة وهما كانوا بجد يعني فاكر بقرس الميلا بالذات وقتها كان زعلان جدا وقد لبتصرحات كتيرة بالضبط وكان بيتكلم أنه هو الفرق بين بطولات وكده بس في الأخير برضو رادخ اللي حقيقة وشالها تمام فعشان بقى إحنا بنقدم مفاجئة هنا إحنا محبناش نقولي حاجة زي كده غير لما الآخرين بدأوا هما يشككوا في حاجة مش محتاجة أنا مش هجيب بقى هنا لا موقع فيفا ولا هجيب أحد المنظمين ولا هجيب أي حاجة أنا هلعب بالأسلوب الصح بقى في مواجهة الأكاذيب دي الإعلاميين منافس بيقولك أنه دي بطولة ودية اللي يا جماعة بطولة ودية قال لك عشان بطولة بتنظمها من مباراة واحدة في القاهرة بغض نزل عمليه بنظمها بغض نزل عمليه بنظمها فيبقى دي بطولة ودية ماشي أنا هجي سيري كان دا يبقى دي بطولة ودية لكن انت بقى بالنسبالك انت قعدت تصدعنا التسعة والسبعة وانت واحدة من التسعة دول اللي هو الأفرق السوية الأولى للزمالك فيه اثنين الأفرق السوية أوكي الأولى تمام وتمانين البطولة دي من تنظيم نادي الزمالك وحده اتلعبت من المباراة واحدة بس في القاهرة هنا ومعنا فيديو ليوضح ازاي ظروف المباراة كانت مع فريق فرقاوة الياباني كان الازمالكي بينظمها لا اتحاد افريقي ولا اسياوي فانا معنا فيديو المعلق هو بيشحلنا ازاي المباراة تنظمت يعني يعني لو ممكن نرد صوت المعلق اهم حاجة صوت المعلق هو المعلق هو اللي كان بيعلى على المباراة في تفزون المصري حاولوا كده شوارب لو صوت لدي فرقاوة عرض وقابل ان يحضر الى القاهرة على نفقاته الخاصة مقابل امني استضاف خمس ايام ومصروف في ارض النادي الاول سنو مرأة ثانية في ارض النادي الثاني لما نازم لبعد المسافات وكبر التكلفة اللي بتكلفها كل نادي فانادي فرقاوة عرض وقابل ان يحضر الى القاهرة على نفقاته الخاصة مقابل امني استضاف خمس ايام ومصروف جيب لكل لاعب و هنبدأ المباراة بيحضر القيارة عن فقهة الخاصة مقابل أنه صديفه خمس ايام مصروف جيب من نادي الزمالك إيه دا؟ مصروف جيب تخيل دي بطولة أنت بتقول لي أنت حسابها من التسعة داخلة في القرية؟ داخلة في القرية أنت الزمالك هو اللي حسابها اللي فيه الكلاف مش حسابها بس أنت كزمالك شايف أن فيه مؤامرة من الكيف ومستمرات فاهمي ومعرفش إيه مؤامرة عشان ما حسابش البطولة دي دي بطولة ودية لأنها مفيش بطولة في الدنيا بتتنظم أن نادي يستضيف نادي و يدينه بكثماني خمس ايام و يتفسح في القاهرة و يشوفه مباراة ودية يعني هل إحنا بقى نحسب السوبر أفو الأوروبي؟ هل في كان هو دي سوبر أفو الأوروبي؟ فاكروا؟ يعني إحنا بقى نسميها طبعا يعني إيه بقى عاملهم عمرنا ما سميناها والله لا مهالي دي بطولة ودية إحنا الناس عقلين كفاية إحنا ما نسميهش بطولة ودية إنها بطولة رسمية دي بطولة من تنظيم نادي الزمالك و بيدي فلوس عشان إقامة نادي في رقاوة الياباني و يتفسحه في القاهرة خمسة ايام على حساب نادي الزمالك فدي بطولة ودية و نتحدى أي حد يسيبت غير كده البطولة من تنظيم نادي الزمالك مفترض يبقى أنت بالنسبة لك شايف المعيار لو مش هنروح لمعيار إن الاتحاد الدولي اسمه في البطولة لو عضو اللجنة التنفيذية الموفد من الفيفا دي بطولة رسمية ما نعرف طبعا ده كلام مؤكد يعني بس أنا بقولك بروح معاك للمعارين أنت عايز تكلم فيه طب ما تيجي بقى نحسب معاك البطولة الأفرق سياوي بالضبط طرح مهم يعني أنت أنا بعملك على قدر عقلك أن أنت بتشكك في بطولتي أنها من بطولة مباراة واحدة و الزايدة في القاهرة طيب يا حبيبي أنا بتمظمني البطولة دي الفيفا اللي اخترني بناء على تصنيفي عن برضو المعايير والنقاط تمام فمنح النادي الأهلي مش بس عشان هو بطل إفريقيا لأ عشان النادي أهلي عشان اسم النادي الأهلي بجد ده بينعكس فيه أداء إذا ما حالا كنت بتتكلم بتتكلم بين الفاصل يعني أنه النقاط وإزاي الأهلي في آخر ثلاث سنوات أخذ اتنين برونزية ومرة برضو بمركز رابع فإذا الأهلي موجود فيه سيمي فاينال كاس العام دايما فبينعكس ده بالأرقام على تصنيفه على مستوى العالم كله ولما نجي للعب منديالي الأندية بالنظام ده اللي هو انتر كونتيننتل في عشرين ستة وعشرين هيبقى نفس النظام بزبت ساعتها بطل أفريقيا لو النادي الأهلي هيلعب مباراته في القاهرة مش هروح أسيا بالزبت ودي بطولة رسمية لكن انت بطولتك وديها عشان بس يعني ايه نقفل الكلام في الحتة دي كده قصة التشكيك بقى ونصف العالم والثلاث قرات والمقارنة اللي انت عملتها انت قفلتها بالزبت بالضبط قفلناها بالمنطق انت احنا بنتكلمين بروضعك بالمنطق عشان الناس اللي بايه بتحاول دايما تشكك في أي شيء يخص النادي الأهلي نا بس فكرة حلو موضوع الأكثر تتويجا في القرن الواحد وعشرين بالزبط السهل هو موضوع أنا بجد أتمنى ليه بجد دي احنا بننتظر انه الخواجه يعني هو اللي يديك سك انه هو احتفل بحاجة تبما انت تحتفل بيها عشان الناس أنا بقولك احراك احراك تبقى متابعة مثلا الصحفيين على مستوى العالم لما يجي يروح الاهل الكاسر العامل الأندية هايقف صحفي بيغطي النادي الأهلي في كل الدول على الأهلي في المجموعات المجموعة بتاعتنا الفيفا عيام الفيلم عن النادي الأهلي هتعرض في القرع وفي البطولة لفترة الجاية هتبقى البطولات الحالية اللي فيها انتر كونتينيتر هتبقى من ضمن الحاجات السيرة الزاتية الخاصة بانجازات الأهلي في الفترة الأخيرة بالضبط فأتمنى فأتمنى فعلا نتم يعني ان احنا نركض ضوء على انجازنا عشان انت انت شايف الآخرين هو بيعمل انجاز وهمي ولك اكبر قرعة رياضية ويفتخر به تمام فانت عندك انجاز حقيقي وصقه ده يعني رسالتي لنادي الأهلي دي مقدمة مهمة جدا ومقيشه يبدو ان هو نازل سخن او في السوشيال ميديا وبدأ بالمحتوى اللي معاه بشكل ايجابي جدا على فكرة بالمناسبة حب الأهلي والانتمال للأهلي مش على السوشيال ميديا وفي الشاشات وعلى الكتابات في البرامج حتى وفي المواقع جمهور الأهلي النهاردة احنا معنا نموذج احنا نعرفه من سنين وشفناها من سنين كتير جدا ولكن رضا مشجع أهلاوي من مرسى مطروح ليه ظروف استثنائية كده معينة يا ربنا يا قوي ودائما بنسعد لما بنشوفه حتى في التيتش او في المباريات كان حريص ان يحضر ويكون موجود في مباراة الأهلي ويكون موجود في الجزيرة ويشاهد انجاز مهم جدا ان الأهلي يتوج بلقب القرارات الثلاث تعالوا نشوفه نسمع رضا مشجع أهلاوي ليه تاريخ كبير جدا كمشجع الأهلي في الفترات السابقة لما حضر وشجع قال ايه عن هذا التتويج وقال ايه حبا وعشقا في النادي الأهلي برحب كل جمهور النادي الأهلي العظيم اللي الحقيقة بيقدر سالة كبيرة جدا وراء النادي الأهلي في كل مكان مهما كان الصعبات عندنا حالة مهمة جدا وحالة يعني الحقيقة بنوجه لها شكر وتقدير كبير جدا رضا عالم الأعلام المطروح الحقيقة أهلاوي صميم وراء النادي الأهلي في كل مكان جيه وراء النادي الأهلي في مباراة اليوم مباراة الأهلي وسيراميكا في أستاذ السلام لكن حابين نتكلم مع رضا وحبه للنادي الأهلي وليه على طول حريص ان هو يكون متواجد مع النادي الأهلي الحقيقة خلال الفترة فاتت سنين بيشجع النادي الأهلي رضا برحب بيك على شاشة الأهلي والحقيقة انت رمز مهم جدا لكل الأهلوية يعني العزيمة اللي عندك والأسرار وحبك للنادي الأهلي بتروح للشباب الصغير بيشوفوا قد إيه أمتك انت بتيجي مما تروح أنا مش عايز أحرق بس انت أقول لي رضا إزاي بيجي وراء النادي الأهلي وحكي لنا القصة كده رضا والله الحمد لله طبعا بحيك أستاذ كريم بحيك الصف بحيك قناة الأهلي ومشاهدين قناة الأهلي أولا بن بارك لنا أولا قبل أي حاجة بقول للأسطورة التاريخ كابتن محمل القطيب كل سنة وانت طيب ورعيت إبمينات سعيدة كابتن ودائما كده ربنا يديك الصحة ويحفظك ده قبل أي حاجة ثانيا بنقول له برضه بنقول جامري أفريكيا اللي هي أفريكيا وأسيا والأوكيانوس بن بارك طبعا النادي ونبارك لنبثنا لأن أحد المشاجعين في المواطس الإمارات كنت سعيد جدا لأننا أتواجد وأحتفل مع الأهلي بالبطولة الحمد لله ببارك لوعيس اللجنة المنظمة المهندس خالد موتاجي الصديق العديد الأخ الفاضل الدكتور صعد فلالبين المنظومة نادي الأهلي نجاح الاحتفالية ونجاح كل حاجة وكده فأنا بجبير كسرة لهم طبعا وقبل أي حاجة ثاني حاجة أنا طبعا باجي من مطروح أنا كبير مشاجعي النادي الأهلي في مطروح من أيام نسترمان وجوجneys يه والكبت طبعا التاريخي النادي الأهلي وتريك الحمد لله يعني ده شرف لي لإني أنا آج أدعم النادي الأهلي وساند النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بيدخل البهج علينا كجمهير ومشاجعين للناد الأهلي والحمد لله دائما الناد الأهلي بيكون عند حصن ظننا وما بيخلفش توقعاتنا وبيسعدنا وده قبل أي حاجة الحمد لله أنا بابقى سعيد لما باجي من مطروح بعربيتي أو أنا كنت قبلها بقطر أو كده الحمد لله بابقى سعيد دي ممكن دي الحاجة اللي بتسعدني أنا وبتسعد كل جمهير الناد الأهلي وجمهير المصرية يعني فأنا يعني ده شرف لي أن أنا أتواجد هنا في محفل اللي احنا فيه دوت في الملعب بالسلام طبعا يعني أحد الملعب اللي احنا بنتواجده فيها يعني الحمد لله وفيه صعوبات بس ربنا بيوفقنا لأن النادي الأهلي طبعا جايين نسعد نفسنا بالنادي الأهلي والنادي الأهلي ما بيتأخرش على سعادتنا وطبعا يعني الحمد لله بداية انطلاقة قوية للنادي الأهلي نتمنى إن شاء الله الاستمرارية بإذن المولى عز وجل من أجل حظ البطولة الـ 45 وكما عودنا النادي الأهلي كل تحب تقولي لعبة النادي الأهلي الحقيقة يعني لعبة كبيرة ولعبة رجالة وبتسعي الجمهور النادي الأهلي في كل المحافل الحقيقة رضا من مطروح ورسالة مهمة جدا من مطروح تقولي لكل لعبة النادي الأهلي والله أنا بقول لهم أولا قبل أي حاجة بنشكركم على الأداء الرجولي في المصر العين الأماراتي وقبل العين الأماراتي الموسم المنقضي وتحقيق الصبر المصري قبل ما أنسى تحقيق الصبر المصري رغم المعاناة الشديدة بالإرهاق وإيجاد وطبعا حمل عليهم جامد لكن هم اللعيب يعودون طبعا والنادي الأهلي عودنا مش اللعيبات عودنا إن النادي الأهلي في المواقف الصعبة بيبقى لي مواقف حاسمة وبيقدر يرجع أحسن من الأول لما بنغسر بطولة النادي الأهلي بيرجع أفضل من الأول فأنا طبعا كل الصقع بقول لهم طبعا منتظرين منكم المزيد يا أبطال منتظرين منكم طبعا حاسم الدوري إن شاء الله استمارية في الدوري من قبل حاسم الدوري طبعا عاودين نصعد لنهاء الكاسل عامل اللي هي القرارات ديت أمام ريال مدريد طموحاتنا ونكسب ريال مدريد المانع نادي الأهلي عودنا ما فيش كبير إحنا نجتهد نعدي مرحلة مرحلة المرحلة الجاي نكسب إن شاء الله اللي هو الدور قبل النهاية ونصعد ونقابل بعد كده نفكر في اللي بعد كده ده النادي الأهلي عودنا وقول لهم ربنا يحميكم من شهر الإصابات وبالتوفيق وللنادي الأهلي طبعا عاودينكم دايما جمهور الأهلي بيحملكم فقط عاودكم بس ده قدركم اللي انتو تبقوا دائما دعمين للنادي الأهلي ومفرحين جمهور النادي الأهلي شكرا جدا شكرا 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 مع واحد من مشجأة الأهلي اللي احنا دايما بنحب نشوفه نتفائل بوجوده أحمد تعليقك يا على كلامنا يا رضا رضا حتى قال اللي احنا بنقوله جمهور الأهلي مالوش حدود يعني مالوش تموح مالوش حدود يعني خدت باكره بيقولك إيه عاودين شاء الله نكسب النادي المدريد هو طعم بقوله برضو مرحلة مرحلة بس هو الراجل يعني هو شخصيته اللي هو بيتحدى يعني القيود الراجل فعلا بيجيب مطروح بسوء بقاطر أو بعربيته بعد كده الراجل بيقولك أن أنا وراء الأهلي كعب داير في أي مكان فده حب النادي الأهلي ده وبالروح دي إن شاء الله لو اللعبة اللعبت بجد نص النهاية وده أتمنى بجد يا جماعة أنتو بتقابل كل مرة بتواجه الصعب بلاش عقدة أمريكي الجنوبية مش صعبة خالص بتقابل فرق عالمية بدأت الفرق الخالجية فرق عالمية فأنت إن شاء الله تقابل بالروح دي الروح الجمهور اللي هو تموحه فعلا دايما فيه كده الأغنية ولسه بقلبه حلم كمان الحلم هو كاسي العالم الأندية أو كاسي الانتركنتينيون تلد الوقت أكيد أكيد خدوا بالكو ردو بيجي بالمرصى مطروح مش قريب مثلا من محافظة قريبة في القاهرة ده بيجي مشورة طويل جدا ومسلا مش مقيم في القاهرة ده بيجي وبيحضر وبيتابع وبالليل يسافر تاني ولو فيه مطش بعدها بيومين ثلاثة تلاقيه جاي تاني الناس في مجلس الدراء بتحبه الناس أعضاء الندي بيحبوه وليه شعبية حتى عند جمهور الأهلي بيتفقلوا بوجوده طيب ده كان كلام مهم جدا وحنا بنتكلم على شعبية الأهل وجماهريته ودور جمهورنا اللي موجود في كل مكان والطبك اللي اتكلم فيه أحمد قيشو في بداية الفقرة الحورية هنطلع لفاصل وبعد الفاصل عندي تفصيلة مهمة جدا عن الحالات التحكمية والمواقف التحكمية لأنه أكيد قيشو متخصص برضو في الجزية دي والنهاردة هيبدأ شوية قصانع محتوى في الجزيات دي ولكن بعد الفاصل أعلم بحضراتكم من جديد وأكيد عن روح بقى لتوبك لإعلاقة بالحالات التحكمية المثيرة للجدل سوشيال ميديا بتناقشها إزاي؟ سوشيال ميديا هل عندها صور حالات تحكمية بتناقشها بنفس شغل الخبراء ولا بيبقى ليه منظور تاني مختلف عن شغل خبراء التحكم وهل ده ممكن نتطرق من خلاله لموضوع الخبراء الأجانب مش أقول خبير أجنبي الخبراء الأجانب لإدارة لجنة الحكام لأنها محتاجر رئيس لجنة حكام أجنبي ومسؤول تقنية فار أجنبي خاصة بعد اللي حصل النهاردة في اتحاد الكور ولكن الأول نبدأ بالحالات التحكمية أبو حميد اللي استشفيته شفته في الفترة الأخيرة بعض الحالات عايز تعمل فيها قياس معين بالضبط يعني ماتش البرامات زوابة بترجيت والتعادل في المباراة دي فيه ألغية هدفين الحقيقة لبترجيت يعني بس فيه مواضح جدا واحد تاني شوط الأول واحد شوط تاني ديها ستين ده اللي كان فيه جدل كبير على سوشال ميديا يعني فيه ناس كتير عشان نكونوا واضحين برضو بمنصفين قطاع كبير من جمهور دي أهلي بيقولنه هو هدف صحيح جمهور الزمالك مش بترج معنا يعني مش معنا خالص يعني لكن أنا همشي مع قرار الحكم الكورة صعبة جدا دقيقة جدا لكن أنا بحاسب الحكم على رسم الخطوط الصح هو حتى آخر نقطة على اللاعب كتف اللاعب آخر نقطة من كتفه مزبوطة وبالضبط وآخر نقطة من جاسمة المدافع يعني على فكرة لعبة رجيت رجليل اتنين برا ستة يرضى يعني الزبط هي أنا شايف أن هي مزبوطة أن هي ممكن تبقى قرار الحكم صحيح لأنه في الآخر الخطوط دي الحكم بحاسبه على نوضع الخطوط أو نوضع النقاط الخطوط بيطلع من الجهاز الخطوط بيطلع من الجهاز بناء على النقطة اللي انت حتطلع بالضبط بس نقطة صح انت لحط النقطة صح هتطلع صح النقطة صح بس انت أحدثتها أكيد غلط لا أنا شايف النقطة دي أنا بس أنا بحطك هنا في النقطة أنه هو النقطة هنا صح لأنه هو بعض يعني الإعلامين الزمنكوية ربط الحالة دي بحالة إلغاء هدف الزمانيك في السوبر مظبوط مضوع سيف الجزيرة بالضبط مضوع سيف الجزيرة أصلا سيف الجزيرة دي الحالة دي فيها تسللين تسلل على سيف الجزيرة وتسلل على حمز المسلوسي كان متداخل برضو مع عشر ناوي مظبوط فإذا يا جماعة إحنا جمهور النادي الأهلي والنادي أهلي بشكل رسمي أصلا اعترض مرة واحدة بس على نقطة اللي هي الأهلي وفاركو بتاع هدف تاوي الملغي وكان الحاكم الفار محمود عشور دي المرة الوحيدة اللي احنا اعترضنا بشكل رسمي لأنه كان فيه خطأ فعليا في رسم الخطوط وكان واضح جدا لكن إحنا عشان الجمهور يعني أو إعلامين منافسين بيقولك دايما أي حالة شبهة زي كده يقولك بقى إيه ده اتساله مش واضح مع أنه هو برضو كان نفس الحالة برضو الزمالك وبرامدز ونفس الخطوط مش واضحة خالص وقالك برضو عادي وعدتها وفي عشرين ثانية لكن إحنا بنتكلم بمورد اللي أنا واحد معياري طالما الحاكم رسم الخطوط مظبوطة أنه تجمش بتاعته فبالتالي ماتشين دول الحالتين الخطوط مظبوطة وهمش مع قرر الحاكم لكن بس بحب واسطة كان إحنا بنتكلم بمورد اللي الصورة الثانية ماتش لأن النقطة طبعا فيه أخطاء كتير في ماتش الزمالك والبنك الأهلي ضربتين جزاء حتشبوا ليه البنك ضد الزمالك وضرب الجزاء المشكلة للجدل طبعا ولن نتكلم عنها بعد كده لكن في نقطة ما حدش أخبروا منها أصلا هي أن فيه طرد لحسن عبد المجيد بإنذارية مدافع الزمالك هو كان يستحق الأول ضرب الجزاء بعد كده كان يتطرد بالدئة 30 فاول في الدئة 15 بإنذار وفاول في الدئة 25 وانا بيسلم على الكابت المحمد مع عشان هو تم احتواءه يعني هو بيقول شكرا على الاحتواء لأنه مش مقولة على فكرة حسن عبد المجيد وكانه مع وسطة تتعرف اللي ده السنة اللي فاتت برضو كان نفس الواقعة؟ بالضبط مع الحاكم كانت تقريبا في ماتش الزمالك والسراميكا ماتش الزمالك والسراميكا وراح للفار وقال له أنه رجع في كلامه وما حسبهاش فسجد هو على فكرة فهو واضح أنه مع وسطة مع الحكام أنه ما بنتردش مع أن فيه ترضي بإنذارين هنا آه إذا أقول لك بأرضي من وسطة بمنتهى الأمانة إن الزمالك كان له دار بالجزاء بس في الآخر بقى الحالة المشكلة بقى هنا اللي احنا نروح على الكلام المثير جدا اللي جادة بقى عشان ميديا من مبارح على الكلام بتاع التسريبات وتقرير الحكم والمكالمة وكلام من ده المكالمة ده أولا يخدنا في قصة إن مطالبة القلب خمير أجنبي بس دلوقتي بعد اللي حصل واللي أنا قلت النهاردة في جلسة الاستماع ده والأكيد كل الناس دلوقتي بتتناقلوا لأن أكيد محدش كان يعرف لسه إيه اللي حصل في الاتحاد النهاردة النهاردة أنا بقولك اتضرب كورس في كلوب داخل الاتحاد لأن جلسة الاستماع تقال فيها كلام عكس اللي كان بتقالي من اللي فاته فدلوقتي بينها أمر من الأمرين اللي قال يا يثبت يا اللاجنة تعلم موقفها بالضبط صح؟ لازم نشوف تسجيل يا جماعة قبل كده في الدور الإنجليزي السنة اللي فاتت يعني في أكتوبر اللي فات نين الأكتوبر كان اعتذار من لجنة التحكيم في الدور الإنجليزي لنادي ليفربول على إلغاءهم هدف صحيح لليفربول قدام توتنهام وفقال ليفربول خباك ما سكتش قال له أنا عايز أسمع التسجيل الصوتي ونشروه على ما بدأ اشفها فيه وفعلا تم نشر التسجيل اللي كان فيه حكم الفار قال للحكم أنه هو فيه حصل شوء تفاهم يعني فقال للحكم أنه لا إلعب بليون على سنة وحتسب هدف ففوج أنه احتسب تسلل فهنا اعتذر لجنة الحكام لنادي ليفربول فهل هتعتذر لجنة الحكام لنادي البنك الأهلي احنا أصلا مش طرف مباشر بس احنا نتكلم هنا في الأخر فيه منافسة واحدة لا احنا طرف منافسة احنا نتكلم هنا في نفسة واحدة المبراء الخصم في الممبراء البنك الأهلي أكيد فتفوت اعتذر البنك الأهلي على احتساب والتناقض أنه دوقتي حسب بتقال أنه في الحكم لما رأيش في الحالة بغضي رأسر بقى الرد الفراغ الأكثر الأول لكنه قاله أنه هنا الإيد مبررة وده فعلا أنا قلته لحظة ما هو حسبها قلت الإيد مبررة تمام وبالتالي هو عارف القانون لكن لما رجع غير كلامه وعارف إيه اللي هيقول عنه إعلام الزمالك بعد المباراة هو احتسب ضربتين جزاء والحكم بتاع الفار محمد سلامة الشهير بميده سلامة يعني سلمه للجمهور لما استدعاه فهنا خلاص الحكم بيقوله أن فيه ضرب الجزاء في الدية 97 للزمالك والزمالك متعادل ومحتاج الفوز في بداية الموسم فهنا الحكم طبيعي بيحصل بقى ضغوط عليه وهنا كل مرة الحكم محمد عادل بيحصل معه احتواء للزمالك لأنت مش دورك حتى لو أنت أخطأت ضد الزمالك في دية 7 ضربة الجزاء خلاص أنت متعادش الخطأ بخطأ وبعد فيه خطأ طرد فهي واحدة بواحدة خلاص وخلصنا لكنت جاي في الدية 97 تظلم نادي البنك الأهلي اللي كان يستحق التعادل على الأداء اللي قدمه في المباراة عشان عارف أنت بنفسك بتقول أنها إيه دي مباررة أو حسب اللي إحنا سمعناه أيوة اللي إحنا سمعناه جنان النهاردة برضو لما بسأل الناس في الاتحاد مصادرنا الحمد لله يعني مصادر الثقة جدا قالك ده ألف جلسة الاستماع إنه هو ما حسبش ضربة الجزاء على لمس لديه التانية ده حسب ضربة الجزاء على لمس لديه الأولى عفوك أنا مش شايف لمس لديه الأولى خالص أنا الأولى كانت فقاني وقت أو فقاني أو فقاني سياء الكرة اللي جاءت عقيده مباشرة آه هي دي بيتكلموا على دي ما جاتش في يده أنا شفتها نزلت على الأرض بالظبط وطبت في يده بالظبط بس هو بيقول كده طب دلوقتي إحنا مرطلوب مننا إيه البيانة على الدعاء البيانة على ما ندعى بالظبط كده سواء الادعاء بتاع لمسة اليد يفوت توريلي الصورة اللي فيها الكرة نزلت على إيد اللاعب سيد نمار من الأول مرة مش الارتداد ده أول حاجة تاني حاجة أن أنت مخباك برضو هو الأولى دي برضو يكذبها مراجعة الفارد نفسه لأن الفارد كعمال يقوله بيجيب الكرة نزلت على الأرض وطبت وراجعت تاني فهي دي الفكرة أنت الحكم إحنا برضو أنا أسفاهم شهب لي يعني أنت شايف قدام الشاشة أنا شايف قدام اللعبة بيراجع إيه كل مراجعة إيه إن هي الارتداد مش بيراجع على الأولى فإذن الواضح لنا إنه هو احتسب على التانية مش يقوله أصلا مش يقوله أصلا عشان كده القول الفصل في القصة دي اللي قال في محادثة يعلنها بالضبط أو اللجنة النهاردة قبل بكرة لازم يكون فيها قرار لازم يكون فيها توضيح قبل كده بيان بيان كاشف ولو أعتقد إعرض المحادثة عشان نعرف من الصحة ومن الغلط زي ما كان بيعمل كايتنبرج زي ما كان بيعمل ماركت لاتنبرج بالضبط هو الرجل خبير أجنبي الأهلي أول نادي وأكثر الأندية المتهمة بأنه الحكام المصريين بتجمله هو أكثر نادي في تاريخ مصر بيطلب حكام أجانب أول مبارح النادي بيطلب بشكل رسمي استعجال اتحاد الكرة زي ما انت قبل كده جبت يعني هو المدير الفني للمنتخب الأنبي ومددت التعاقد معه طيب ما هو نفسي فكرة اللي أقولك عشان إيه التحملات بتاعت الدولارية يعني في الأخير احنا كده كده كل الأندية متفقة أو على الأقل في الإعلام لكن بيبقى الفرق هنا أن النادي أهلي اللي بيقوله بيعمله النادي أهلي بيطلع بيان رسمي وسبق السنة اللي فاتت برضه وحتى مع وجود خبير تحكيم أجنبي كان الاهلي استدعى أو طلب استدعاء أربع حكام لمبارحة حسم الدوري مبارحة الكمة وبرامة زواء المصري فإذن النادي أهلي بيأكد أنه هو محتاج حكام أجانب وأنه احنا مش بس دا ما نقول كده مش غير واحد احنا محتاج خبير ومساعدين ومساعدين عادي داري مصري بفصتيهم بس بالظام العملية طيب هي عموما احنا مش بنتكلم عشان يقولك أنت طرف ولا مش طرف لا احنا طرف في المنافسة والبطولة لازم تبدأ بمعيار نزاهة والشفافية والنتيجة ممكن تكون مؤثرة في مشوار الدوري فانت من البداية يا تشتغل صح يا فضاه سيرة فالحمد لله القالي بيتكلم في خبير اجنابه وانحنا طرحنا في فقرة الفاري الخميس اللي فاب وشرحنا وقلنا المشاكل اللي فيها اللجنة وسبحان الله والله يا احمد 48 ساعة وكل الكلمة قلناها حصلت بالملي فعموما هنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل طيب انا بختم معك بس الاول احنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة وفرصة انت معنا تشاركنا واحنا بنستعرض السؤال والمشاركات لان سألنا الناس والجمهور في كل مكان الاهل خاد اربع مباريات في بداية الموسم بس توج ببطلتين في فترة شهر اكتوبر من وجهة نظرك مين افضل لاعب في هذا الشهر تعال مع بعض نشوف كده تعليقات الناس ونشوف الناس اختارت مين هل وثامة ابو علي وانت النهار دا كان عندك عامل طبق على وثامة وعلى كذا العيب بس طبع الوقت ما سمحش بده طيب معانا اول تعليق ابو الحسن بيقول الشناوي يبقى كده اول تعليق معانا الشناوي تاني تعليق معانا جماعة بسرعة ايمن عادل بيقول الفريق كله واخص طاهر والشناوي يبقى كده اتنين الشناوي صابر بيقول حسين الشحات اوكي ابو ادهم بيقول اكرم توفيق عارف انت التنوع التنوع كدير عصام عبد السلام بيقول رامي ربيعة موسى عبارة بلسكيل ها بالزبط اوكي نشوف التعليق اللي بعده جاب العود بيقول طاهر محمد طاهر تاني مرة يعني طاهر والشناوي أنا أقول وسام بصراحة والشناوي طبعا الشناوي لو دور كبير في السوبر المحلي وبرضه يعني هو كان الحمد لله ما كانش لو دور في مارسي انت كنت انت احنا كان مهاجم يعني لكن برضه مبارا الأخيرة الرجل هو بنسبالي لجم مبارا أول يعني هو احنا كسبنا خمسة وسنائية لحسين وسنائية لو سام وطبعا هدف طاهر منهود طبعا طاهر من لعبة طوارث جدا وبقى يعني استغل ان هو الموسم ده النادي أهلي أصلا كان فيه جمهور برضه يعني كان بيضغط عليه شوية لكن هو بدأ يستعيد سقطة النادي أهلي وسقطه مهور يعني أبو حمد أنا بشكرك نورتني وشرفتني وفقرة صنوع المحتوى وفقرة السوشيال ميديا مهمة جدا في برنامج الترند وبإذن الله هنقررها في الفترة القادمة ان شاء الله مقصود دايما معك يا سلام حمد الله أكيد فقرة أو برنامج الترند النهاردة كان فيه تفاصيل كتيرة أخبار حصرية موضوعات هامة جدا والفقرة الحوارية والختم أكيد بما يعرض ويتناول في السوشيال ميديا أكيد مطرحوش بعيد بعد أقل من نصف ساعة برنامج ملك وكتابة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ بربيل منيسي والمهندس عدل القيعي يعني كبير الأهلوية النهاردة هيكون على شاشة قناة الآلة في عودة مهمة جدا لبرنامج ملك وكتابة في الفترة القادمة انتظروهم برنامج من الساعة 8 للساعة 9 ونص بإذن الله وزا ما قلت لحضراتكم شاشة قناة الآلة بشكل مختلف ورونق وأداء ومحتوى أكيد هتشوفهم في الفترة الجاية بإضافات مهمة جدا لكل جماهير النادي الآلة شكرا على حصن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء بيتجدد أكيد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء